السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الازد 500 الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الكونديشنال اكسس عرفناها وعملنا سيناريو وقدرنا بالسيناريو ده ان احنا نمنع اليوزر ان هو دي يعني يدخل يحصل على خدمة او يدخل على البورتال باستخدام جهاز عليه ويندوز او بريتك سيستم محتاج اقول لكم يا شباب ان افكر بعضنا انه بنفس السيناريو السابق حضرتك ممكن تعمل سيناريو اثنين وثلاثة بنفس الكونسبت يعني لو حضرتك شلت الابريتك سيستم من نوع ويندوز وحطيت لينكس فانت هتقدر تمنع او بريتك سيستم لينكس لو حطيت اندرويد لو شلت عملية المنع وخليتها سماح فبالتالي اعتقد ان الفكرة بسيطة وسهلة احنا قلنا انه موضوع مهم جدا علشان كده احنا هنستمر في شرحه في اكتر من فيديو ده الفيديو التاني هناخد سيناريو جديد الحقيقة هو قد يبدو سهلا ولكن هو محتاج من حضرتك تركز جدا علشان تفهم خط سير العمل احنا تبقى الفكرة بالنسبة لك اللي تبنت من الفيديو السابق نقدر نكملها مع بعض ونوصل مع بعض لمرحلة متقدمة من الفهم هنتخيل انه في شركة ما خلينا نروح كده للويت بورد واقول انا عندي اي شركة خلينا نقول مثلا الشركة ديت بتقدم خدمات الشحن والتوصيل وما الى ذلك الشركة ديت موجودة في لوكيشن ما خلينا نقول مثلا موجودة في كندا القائمين على الشركة ديت او المسئولين طلبوا منك في تاسك كده على اعتبر ان انت راجل سيكوريتي انجنير وقالو لك ايه قالو لك انه اي حد حاذب يدخل على الدومين الخاص بالشركة ديت او على الابليكيشن اللي متاح من خلال الشركة ديت فقط يتم السماح لمن هم داخل كندا تاني سيناريو بيقول انه انا هقفل على كل المناطق معدى منطقة كندا اللي فيها المقار الرئيسي بتاع الشركة ديت هو على اعتبر ان الشركة ملاهاش في روية تانية او مش حبة انه حد يطلع على البرنامج بتاعها او يحصل على الخدمات اللي هي بتقدمها الا اللي هم موجودين داخل كندا سيناريو بسيط جدا وسهل جدا فيما يبدو ولكن طريقة العمل او طريقة التنفيذ محتاجة من حضرتك تاني انا بقول محتاجة من حضرتك تركز خلينا نروح نعملها بالطريقة اللي احنا فيمناها الفيديو اللي فات فكنا هنعمل ايه كنا هنروح على البورتل ومنها هختار الاجر ومن خلال التول اللي بيتيح لي او العملية المانجمنت هروح على طول او هنروح مع بعض للتاب الخاص بالسيكوريتي ومن السيكوريتي هاختار الكنديشنل اكسيز زي ما عملنا المرة اللي فاتت ونلاحظ ان البوليسي اللي احنا عملناها او الكنديشن اللي احنا عملناه مع بعض يعني انت حضرتك ممكن تسميها وفق بعضها يعني ممكن مثلا هقول له التاني ك wraح励 min هألاو فروم كندا قولي تمام؟ ولكن وانت بتسمي احنا قلنا الكلام ده كتير وانت بتسمي سمي الاسم اللي هيجي بعدك يفهم تمام؟ طيب حضرتك هتقفل على مين؟ هقفل على كل او هتختار مين؟ الكنتشن ده هتطبقه على مين؟ هتطبقه على الكل خلاص؟ احنا قلنا الكلام ده ممكن تعمل انت بالخير طيب هتروح فين؟ والله في حالة اني هروح اللي لقول الكلود خلاص؟ طيب الكنتشن بقى الشرط بيقوليه هل السيناريو ده يتطلب اني امانج اليوزر ريسك؟ لا طيب يتطلب اني امانج الساينين ريسك؟ لا طيب الديفاس بلادفورم؟ لا طيب اللوكيشن؟ ايوه خلي بالك بقى ان ده تأكيد على انه حضرتك ممكن تستخدم شرط وسي من الناس ممكن ما يستخدموش وانت ممكن تستخدم اكتر من شرط مع بعض وغيرك ممكن ما يستخدمش الشروط اللي انت استخدمتها واخترتها كله بناء على السيناريو او التاسك اللي مطلوبة منك لحد كده الامور واضحة بسيطة ومفيش جديد يعني لحد الوقت احنا ما عملناش جديد احنا برضو نفس خطوات اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات احنا داخلين نعملها التقريبا طيب هنا في اللوكيشن انا محتاجة فهاختار اللوكيشن احنا هقول له لو سمحت هتكون فيجور هقول له ايوه وهقول له ايه احنا قلنا انه التاسك بتقول انه اي حد من جوه كندا يقدر يوصل من بالراحة ما يقدرش فبالتالي هقول له انا هسيلكت فهيبدأ يقولك تشوز بقى لوكيشن حضرتك محتاج تسيلكتها هنا هسيرج على كندا مفيش كندا نوت فهمت طيب ليه؟ هقولك ده اول تركاية حضرتك لازم تركز فيها او اول جزء لازم تنتبه له جواز جدا فيما تعتقد او فيما يعتقد الجميع ان الخطوات كده صح ولكن لما دخلت اخترت المنطقة اللي حضرتك هتسمح للمستخدم انه يجي من خلالها ملقيتهاش اصلا ده ليه؟ لانه في متطلبات ما قبل الشرط من متطلبات ما قبل الشرط ان حضرتك تدخل تقوله في منطق باسمها كارا ده خزنها لي عندك طيب منين؟ أروح على الـ Default Directory الخاص بيه ومن الـ Security برضو أختار هنا حاجة اسمها الـ Name Location أو المناطق المسمع لو قفت كده هلاقي مفيش ولا location أنا مختارها أو أنا مخزنها عندي علشان لما أقوله أنا محتاج أطبق شرط على location ديت فيختارها لي فهنا ببساطة شديدة هقوله أنا محتاج location تاني حاجة هامة جدا حضرتك لازم تاخد بالك منها ان الخطوات دي هتنطبق على two scenario يعني ايه؟ يعني لو روحنا كده وشلنا الـ Company أو أبقينا عليها وقلنا انه نفس الـ Company ديت أو كيان تاني نفس الطلب بالضبط بس ما قليش انه هيفتح لكل اليوزارات في كندا قال لي لما قال لي أنا بستخدم range IP مثلا خلينا نقول مثلا 16.10.10.11 قال لي ده هو الـ IP بتاعي ممنوع ما أنا عم بادتاً أي حد من غير الـ IP ده يجيني ده سيناريو تاني هنطبقه بنفس الخطوات فهو انت بتشوز الـ location هو يبتدي يسألك اهو new location اهو فهيقولك الـ location ده عبر عن country ولا IP range فانت هنا لو الطلب منك ده اوكي او الطلب منك ده اوكي هنحاول في الفيديو ده ان شاء الله ان احنا نعمل السيناريو هنا علشان يبقى الامور مكتملة طيب هقوله والله الـ name هيبقى كندا انت ممكن تدي اي نيم بس احنا اتفقنا انه انت بتسمي لازم يعني اسم مفهوم تمام؟ او ممكن تسميها باسم الشاركة مثلا خلاص؟ طبعا عبارة عن ايه كندا ده؟ والله دي country طيب سيلك تبقى الـ country دي موجودة فين؟ موجودة في كندا ايه وهقول له create فهيبدأ يتعرف على كندا ديت على اعتبار ان هي location هنا لو روحت بقى في الـ condition access قلت له انا محتاج اعمل new policy فهيقول لي سميها فهقول له انا هلاو الـ user from كندا قولي طبعا طيب هتصع عدت assignment المين والله للـ all user طيب الـ cloud application انه رايحينه الـ all user علشان تقلاوه والله كله ممتاز ايه الشرط اللي حضرتك هتستخدمه؟ هستخدم شرط location وهعمل لها configure وهتالي بقى لو سمحت فهيبدأ بـ search او حضرتك ومجرد ما تكتب له كندا هيجبها لك المرة اللي فاتت قال لي مفيش المرة دي قال لي لا موجودة هنا ليه؟ لاني انا رحت حضرت الشرط قبل ما ادخله طبعا اقول له select كمان كده؟ طيب هنا احنا حددنا الـ user وحددنا كمان الـ application وحددنا المنطقة اللي هيجي منها الـ user فاضل ايه؟ فاضل اني انا اعمل هلاو ولا هبلوك هنا بقى لازم تقف و تسأل نفسك سياق الشرط هو ينفع اقول له بلوك؟ لا ما ينفعش انا كده هقفل على الناس اللي جايين من كندا طيب ينفع اقول له اديهم access ينفع بس خلي بالك اطبع في مشكلة كبيرة جدا ليه؟ انت كده بتفتح لكندا ولباقي المناطق ازاي؟ طيب خلينا نقول ازاي؟ انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت شرط بيقول ايه الشرط ده؟ بيقول ان كل الـ user اللي جايين من كندا ما سمح لهم يدخلوا صح؟ طيب صح؟ طيب ها ل حد الوقت كما طيب الـ user يهي من فرنسا هيدخل او لا تعجلش؟ هيدخل ليه؟ لان انا مقلتوه يمنع وهذا الـ user هيدخل من مصر هيدخل او لا هيدخل او لا هيدخل او برضو طيب الـ user اللي جاي من اي مكان هيدخل او لا هيدخل او لا هيدخل ليه؟ لان ما قلتلوش امنعهم لا فيش شرط بيقول انه اللي جاي من هنا يتمنع يبقى وانت بتعمل الكنديشن ده بالذات اللي قد يبقى وسهلا لازم تنتبه لده برضو تمام؟ تعال نجرب؟ طيب تعال نجرب تعالى بس ايه؟ تعالى قبل ما نجرب بس نقوله انه مش كل الكلود أبليكيشن عفوا مش كل اليوزر الاول ونختار برضو احمد ليه بنختار احمد هو ده اللي انا عارف برسوردو يا شباب معلش طيب بلاش الكلود ابليكيشن هنختار برضو المرة اللي فاتت اللي هو الازورج اولو سيلكت الكنديشن خلاص وانا لوكيشن واحدة فقط طيب انت هتسمح ولا هتمنع التفاقن ان احنا هنسمح طيب هتسمح خلي بالك بقى خلي بالك اه لو انت في حالة ان انت هتسمح لازم تختار حاجة من دول لو ما اخترتش قلت له on وكريت هيقول لك انت لازم تختار حاجة من فهنرجع كده وانا بقول له اكسس فهقول له والله اطلب المالتي فاكتور اوثنتيكيشن ده اللي حاجة يعني تمام؟ كل الخيارات ديت هي شرح نفسها يعني الخيار ده بيقول ايه بيقول هي هي يعني يعني يتحقق من الدفايس ده هل هو متطلبات الامان بالنسبة الاجر عاملها الدفايس ده ولا لا الشرح في الكلام ده هيتول خليه شوية كده لما نتقدم شوية هناخد الكلام ده في الـ وفي الـ وفي الـ والحاجات دي كلها تمام؟ طيب محتاج الـ ولا عادي فكل ده شارح نفسه وان شاء الله هنتطرق له في سنرات التانية لو ربنا حيانا يعني فخلينا نختار مثلا انه هيريكواير المالتي فاكتور اوثنتيكيشن بس هونو سيلكت وهبدأ اكريد البوليسي هاخدها مني ويكريد انا دلوقتي عملت ايه يا شباب نفكر بس نفسنا قلت له هتقلب كل اليوزر او يوزر معين اللي جاي منين من كندا اسمح له يدخل واتطبق عليه الـ صح كده؟ طيب معنى ذلك انه اي حد جاي من غير كندا مش هيدخل صح؟ البوليسي ايه؟ عملناها اوه هقولك غلط وعلشان نسبة انه غلط تعال نعمل زي ما عملنا الدول اللي فات ونروح ندخل باليوزر الاسمه احمد انت مين؟ انا احمد طيب البصورت بتاعتك ايه؟ اكيد البصورت بتاعتك ايه؟ ليش اي مشاكل على الاطلاق هيدخلني بحياة جميلة ليش مش كده؟ تمام؟ خلي بالك انا مش جاي من كندا انا جاي منين؟ طيب روحنا كده على البروفايل بتاع احمد طلو view account انا جاي من السعودية ودخلني يعني ذلك انه policy او condition اتعمل غلط هقولك ايوه اتعمل غلط طيب بيتعامل صح ازاي؟ طيب فين ال my sign in هيقول انت جاي من الرياض لعلش انا بنطول بس في المعلومات اللي قد تبدو بداية علشان حضرتك تركز معنا بس مش عادة اهو انا داخل من windows 10 الاب بتاعي هو Azure portal والحياة جميلة والرياض وسمح لي بالدخول ما قال ليش لا انت مش من كده طيب علشان اعمل ال condition بشكل صحيح وباعترافية نركز في الدقيقتين بس اللي قد يقول اروح ال portal محتاج اعمل condition access لو سمحت you policy سميلي هسمي هاللاو الكندا only تمام والله ال user الضعيف ده اللي احنا مغلبينه معنا طيب ال cloud application احنا قلنا علشان نجرب متاح لنا هو ال Azure management تمام الكنديشن بيقول ايه بخلي بقى هنا الكنديشن ها هروح هقوله select any location باستثناء مين كندا شفت التركاية جاية منين العكس بقى اختار لي كل المناطق معادة كندا علشان اعمل عليها ايه block اقول له on save update جميل كده ال policy شغالة هتقلاوا اليوزارات اللي جايين من كندا فقط وهتمنع اي حد بخلاف كندا احمد اعمل login عادي جدا يتنططه في البورتل ما عندوش ايه مشكلة خالص يعمل حد الوقت هي لسه ما سمعتش ممتاز اروح لهم ثاني طبعا عشان ما عندوش صلاحيات فنشترع عليها ايه حاجة اعمل اعاد كده storage account خلينا نشوف ما عندكش ايه صلاحيات طيب مفروض ان هو يقفل عليها session بمجرد ما يشعر بالتغييرات يعني ولكن عشان ما ياخدش وقت هنعمل sign out نحاول ندخل بنفس اليوزار ده تاني بصورة بتاعتك ايه اهي اللي ايه انت مددرش تدخل ليه ليه ده مش جاي من كندا خلاص وصلت يا شباب بنفس الخطوات ده او بنفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها دية ما عليش احنا اطولنا شوية لما اعتذر مرة تانية حضرتك بقى هتمنعهم لو في رينج اي بي جايلك وقاللك هو ده الاي بي فقط اللي هتستخدمه او اللي الناس هتقدر تدخل من خلاله بنأكد على انه في بعض الاشياء قد تبدو سهلة ولكن محتاجة منك تركيز شوية عشان تعملها الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدأ ناخد سيناريو تاني واحنا بنحاول ننتقي السيناريوهات اللي هي هتجيلك في شغلك او هتتسئل فيها في المعابلات الشخصية او هتضيف لك قدر كبير من المعرفة هشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته